اللجنة التأديبية تابعة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف تقرر عدم فرض أي عقوبة على الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بسبب عدم مشاركة المنتخب المغربي حامل اللقب في بطولة أفريقيا للعبين المحليين الشان التي نظمت بالجزائر من الثالث عشر من يناير إلى الرابع من فبراير الماضي كما رفضت اللجنة التأديبية طلب الجامعة الجزائرية لكرة القدم الحصول على تعويض الحسن جابري لن يتم فرض أي عقوبة على المغرب بعد حرمانه من المشاركة في النسخة الأخيرة من بطولة أمم إفريقيا للعبين المحليين بلغ للكنفيدرالية الإفريقية لكرة القدم بهذا الخصوص أوضح أن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم ممثلة في منتخب المغرب للمحليين لم تكن قادرة على السفر والمشاركة في بطولة الشان التي احتضنتها الجزائر مؤخرا بسبب ظروف خارجة عن إرادتها تماما وبالتالي لن يتم فرض أي عقوبة من أي نوع على الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم قرار يأتي بعد سلسلة مداولات لتأديبية الكاف وفحص للأدلة بما في ذلك عدد من المراسلات بين الجزائر والمغرب والكاف ذات المصدر أضاف أنه في ضوء الخلاصة المشاري إليها ترفض اللجنة التأديبية للكاف أيضا طلب الاتحاد الجزائري لكرة القدم الحصول على تعويض وفيما يتعلق بالخطاب الاستفزازي الذي تم إلقائه خلال حفل افتتاح الشان اعتبرت اللجنة التأديبية للكاف أنه لا توجد مسؤولية بالنيابة للاتحاد الجزائري لكرة القدم عنه باعتبار أنه لم يكن من الممكن توقعها ولا ينبغي أن تنطبق على هذا الخطاب غير أن الهيئة الكروية القرية وبسبب واقعة التصريحات ذات الطبع السياسي المعدية للمغرب في حفل افتتاح الشان وجهت تذكيرا لكل الاتحادات الوطنية بما في ذلك الاتحاد الجزائري لتكون على وعي بأنه يمكن تطبيق مقتضيات المسؤولية بالنيابة والمسؤولية المشددة في المستقبل نتيجة أي تصريح سياسي أو غير ذلك يتم إلقاؤه من قبل طرف ثالث في بطولة أو تظاهرة رسمية للكاف